ربما تكون الرصاصة التي انطلقت من هذه البندقية هي نفسها الرصاصة التي استقرت في هذا الجبين ليس ذلك ببعض فالإحصائيات الحقوقية تقول إن عدد الأطفال المجندين يساوي تقريبا عدد الأطفال الذين سقطوا ضحية لهذه الحرب عدد الأطفال المجندين أو المستخدمين في النزاع بليمن تضعف من 377 طفلا العام الماضي إلى قرابة 700 خلال العام الحالي وهو العدد الذي تم التحقق منه فقط حتى الآن وتشير منظمة اليونسيف إلى أن متوسط عدد الأطفال الذين يقتلون أو يشوهون في الحرب الدائرة منذ عام في البلاد يصل إلى ثمانية أطفال في اليوم ظاهرة تجنيد الأطفال أسباب كثيرة يأتي الفقر في المرتبة الأولى من قائمة هذه الأسباب أغلب الأطفال المجندين هم ممن تسربوا من المدارس أو من المناطق التي لا تهتم بالتعليم وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن ميليشيا الحوثي والمخلوع تستخدم الأطفال بشكل متزايد منذ انقلابهم على السلطة أما منظمة اليونسيف فتقول إن الأطفال يشكلون ثلثة إجمالي عدد المقاتلين في صفوف الميليشيا وجماعات أخرى في اليمن ومؤخرا دعا رئيس الوزراء خالد بحاح إلى عدم تجنيد الأطفال الذين لم يتجاوزوا مرحلة الثانوية جهود حكومية كثيرة سعت إلى القضاء على هذه الظاهرة ففي مايو 2014 وقعت الحكومة اتفاقا مع الأمم المتحدة في هذا الشأن ولكن انقلاب الميليشيا على السلطة الشرعية وجه نكسة قوية لهذه الجهود حيث كان الأطفال وقودا لهذا التمرد هناك تقرير لجلد الخبراء في الأمم المتحدة ذكرت النصف الحوثيين عملوا على تقنيد الأطفال هذه هي الحكاية إذن إما أن يكون الطفل هنا قاتلا أو ضحية أو بالأصحي أن يكون كلاهم الضحية اشتركوا في القناة